السوريين عم يأكلوا كل شيء من قدامنا عم يأكلوا البيضة وإشرة من قدامنا يروحوا على بلدهم يخيهونيك ونصار منيح إلون منيح ونصار وحيش إلون وحيش لا نريد البقاء في لبنان ولا يمكننا العودة إلى سوريا أخرجونا إلى بلد آخر أتمنى أن نطلع لبرة لأن وضع المعيشة في لبنان صعب هذه العبارات التي تسمعونها من اللاجئين السوريين في لبنان الذين داقوا ذرعا من العنصرية والتمييز ومن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعانون منه عكس ما يتحدث البعض عن رغبتهم في البقاء واكتفائهم بالمساعدات الأممية التي لا تصل سوى للقليل منهم لا يمكننا أن نؤمن رغيب في الخبز قوة يومنا لا يمكننا صيبرين رغم الأسل التي نحن فيه وما يمكننا نحن مضطرين نبقى هنا نحن نريد أن نكون في ضمانات لا عندي أربع أولئك الذين روحوا على الجيش كلهاتهم لا عندي مصروف أغطيله يعني والله إذا من نطلع بلد آخر بكون أفضل يعني بس إنه بلدنا مهدم يعني أنا ما فيني أنا من إدليب وما فيني أرجع ما ضيعتك إلا رايحة ومدمر بيتي بس رجعها سوريا معاش في عم نشتغل هون صلي 15 سنة معاش أقدر أرجع واحد إذا بده يرجع ما في بيت ما في عمل أونيك جايش ودني ودنيع رايح مو معروف أمتى بيرجع مضطرين يعني ويؤكد المحللون أن القرار الدولي 2254 نص على حق عودة اللاجئين ونازحين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية شرط توفير البيئة الآمنة إلا أن الحكومة اللبنانية التي تسعى في الآونات الأخيرة إلى تحريك هذا الملف تعتبر اللاجئين ورقة ضغط للحصول على مزيد من المساعدات في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم الذي تعاني منه البلاد دوافة العودة صايرة من ناحية سياسية بحتة يعني طبعاً اللي عم بيقوم بجين المهجرين المهجرين تابع لحزب سياسي هو بالمطلق الولاء للنظام السوري هو المشروع كله تقريباً للمساعدات منشان الهيئات الدولية ولمساعدة الدولة اللبنانية منشان يساعدوا السوريين في لبنان هي مساعدة للدولة اللبنانية أكتر من السوريين يعني كفاءة المالية للحكومة اللبنانية الزيارة الرسمية التي تمت مؤخراً من قبل وزير المهجرين اللبناني إلى سوريا لم تؤتي ثمارها فالعودة لن تتم إلا بقرار سياسي أقليمي دولي يعني أنا بقدر قللك أنه العمين عمل اليوم من قبل حكومة تصريف العمال هذا بيبقى هو الشق التقني من الموضوع لأنه يلي أنا بعرفه أنه هذا موضوع سياسي منه تقني يعني ما قصة صلاحيات وزير أو وزير دولي يعني في موضوع سياسي كتير كبير في همس ديبلوماسي في غرف مغلقة عم تحكي أنه هذا موضوع سياسي يتعلق بقرار روسي مثلاً يتعلق بالوضع الإيراني بقلب سوريا ويتعلق بوضع سوريا بجامعة الدول العربية مساعي الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى مناطق آمنة قوبلة برفض الأمم المتحدة التي لم تجد أن سوريا أصبحت آمنة لعودتهم وبتخوف من اللاجئين الذين يعتبرون أن ما دام نظام أسد على رأس الدولة والميليشيات ما زالت تحتل مدنهم وبيوتهم وترفض الخروج منها يعني أن العودة شبه مستحيلة أما من انتخب بشار الأسد في الانتخابات الماضية فليعود إلى حضنه وليترك من هرب من ظلمه يعيشون بسلام